اشتركوا في القناة كان يسوع مختلف عن الأنبياء اللي كانوا يقدموا الذباية عن خطيائهم ويكتبوا عن المسيح اللي جاي يسوع قال لا تظنوا أني جئتوا لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئتوا لأنقضة بل لأكمل ودايما كان يسوع يعلم تلميزه كيف لازم يعيشه تلميز ملكوت السماوات حتى يعكس صفات ملكون ومجده سمعتم أنه كيل تحب قريبك وتبغد عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم وما تصليت فلا تكن كالمرائين فأنهم يحبون أن يصلوا لكي يظهروا للناس وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فأن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبيهه برجل عاكل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسساً على الصخر وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمض فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سكوكه عظيم ما حدا من قبل حكي هيك متل كلام المعلم من السماء ترجمة نانسي قنقر